وفي هذه الأثناء سمعت الحيوانات خوارا شاكيا من البقر التي كان يبدو عليها القلق واتضح أنها لم تكن قد حلبت منذ 24 ساعة وكانت تشكو أن ضروعها تكاد تتمزق وبعد شيء من التفكير أحضرت الخنازير الدلاء وقامت بحلب البقر بنجاح فملأ اللبن الدسم خمسا منها وتساءلت الحيوانات عن مصير هذا اللبن الذي أثار فيهم شهوة الجوع وألمحت الفراخ أن مستر جونز اعتاد أن يمزج العلف الخاص بها بشيء من اللبن وعندئذ صاح فيها نابليون الذي جمع دلاء اللبن قريبا منه أن على الحيوانات ألا ترهق نفسها في التفكير فيما لا يعنيها وأن عليها أن تتجه مباشرة إلى الحقل لجمع المحصول الذي أصبح يشكل مسؤوليتها الرئيسية وصاح فيها أيها الرفاق تقدموا فسأتبعكم بعد قليل وانتشرت الحيوانات في الحقل للعمل وحينما عادت إلى المزرع كان اللبن قد اختفى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر